كشفت إذاعة مونتي كارلو الدولية عن تحذير أمريكي جديد للعراق يتعلق بالمعارك في سوريا تقرير للإذاعة الدولية ذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من حكومة السودانية عدم السماح لقوات برية إيرانية من عبور الأراضي العراقية إلى سوريا بعد تصريحات لقيادات في طهران بوجود نية عبور قوات إيرانية الأراضي العراقية وصولا إلى سوريا وأشار التقرير إلى أن أطرافا في الإطار التنسيقي بدأت بالضغط على السوداني لاستخدام المقاتلات العراقية لدعم القوات السورية الرسمية وأضف التقرير أن الفصائل تريد دخول إلى سوريا كقوات رسمية عراقية من أجل تجنب الضربات